وأهلا بكم مشاهدين إلى هذا اللقاء مع النائب عيدة تومة سلمان أهلا بك أنت كنت من بين النواب العشرة الذين صوتوا ضد مشروع هذا القانون لماذا صوتوا ضد هذا القانون؟ أولا مهم أن نذكر أننا كنا تسعة من صوتنا ضد القانون العاشر أخطأ في التصويت يعني الوضع أسوأ حتى مما هو عليه طبعا نحن عارضنا هذا القانون وسنبقى معارضين لهذا القانون لأن هذا القانون أولا هو قانون غير دموقراطي وقانون عنصري كأيضا لماذا غير دموقراطي؟ لأنه يعاقب على عمل معين معاقبتين المحكمة قررت هؤلاء الأشخاص دفعوا ثمن في السجن على مخالفة القانون وخرجوا لماذا يجب معاقبتهم مرة أخرى فقط بسبب روح الانتقام الموجود عند بعض الأشخاص وإذا كان هناك حاجة للمحاسبة على فعل معين المحاكم وجدت لذلك ليس السياسيين وجدوا لذلك الأمر الآخر عندما أضافوا البند بأن من كان أثير وحرر ولديه راتب أو مخصصات من السلطة الفلسطينية خصصوا هذا البند كي يخرجوا من مارسوا الإرهاب من اليهود وجلسوا في السجن بسبب ذلك من القانون يعني عملية سحب الجنسية فقط تطبق على الفلسطينيين مواطني الدولة ولكن بالتأكيد لن تمث بكلمات أخرى تقولين أن أولئك بعض مغالاة المستوطنين الذين يقومون باعتداء ضد الفلسطينيين لن ينفذ القانون واضح لن ينفذ لأن هؤلاء لا يتلقون مخصصات من السلطة مع أنهم يتلقون مخصصات من جمعيات عنصرية يهودية في البلاد وفي الولايات المتحدة الأمريكية لكن بالطبع هذا قانون عنصري وجد ليطبق فقط على الفلسطينيين ما هي دلالات هذا التصويت يعني 94 نائبا صوتوا إلى جانب مشروع القانون في حين أن الائتلاف لدي 64 نائبا أي أن 30 من المعارضة صوتوا إلى جانبه يعني واضح أن هناك إنجرار ممن يسمون أنفسهم معارضة أولا هو ليس كل إنجرار هم أيديولوجيا يلتقون في كثير من المواقف اليمينية المتطرفة العنصرية مع الائتلاف الحاكم وهذا واضح لنا في عدة قضايا الأمر الآخر هناك إنجرار نحو الشعبوية في الطرح يعني الركض وراء حب الانتقام والعقاب والتجزي هذا توجه شعبوي من أي سياسي ممكن أن يكون موجود من يخرج للدفاع عن المحكمة العليا وعن النظام القضائي ويتظاهر لا يمكن له أن يصوت على قانون يدوس المحاكم وقرارات المحكمة العليا التي تمنع سحب الجنسية بهذا الشكل بدون أن يكون شعبوي يعني أنت لا يمكن أنه من ناحية تقول يجب أن تكون جهاز القضاء قوي ومن ناحية أخرى تقترح وتصوت على قوانين تدوس على صلاحيات وعلى أحكام صدرت على المحكمة العليا بالتالي أنا أعتقد بأنه يعني إذا كانوا يعتقدون أنه على هذا الشكل تكون المعارضة فهم لا يفهمون عندما تكون معارضة وتبارز لإتلاف في مواقفه أنت تصبح زيك زيه هل يمكنكم اللجوء إلى محكمة العدل العليا من أجل إبطال القانون المذكور؟ نحن ندرس هذا الأمر ندرس إمكانيات التوجه للمحكمة العليا أحيانا مفضل أن لا تذهب للمحكمة العليا وتخسر قضيتك لأنك تكون أغلقت الباب تماما ولكن لذلك نحن ندرس الأمر جيدا خاصة في الأجواء السياسية الحالية في الأجواء السياسية الحالية أعتقد بأن القضاء شاءوا ذلك أم أبو سيكونوا حذرين في إصدار أي أمر وأي حكوم لأن هذا قد يقيم الدنيا عليهم وقد يشكل حافظ إضافي لدى السياسيين اليمينيين في التسريع في عملية التعديل القضائي اللي عم بيسعوا لأله يعني تكون هذه حجة بأنه يقولوا القضاء يفكروا بأنه إذا حكموا بإلغاء القانون هذا يستدعي رد فعل عكسي من السياسيين بأنه يسرعوا في القضاء على صلاحيات المحكمة العليا أعتقد بأنه أرادوا أمشأوا ذهنية الحكام تتأثر بالأوضاع السياسية وعلينا أن نفكر جيدا إلى هنا هذه المقابلة الخاصة مع النائبة عيدة مسلمان أجمل تحية وإلى اللقاء